بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وهديا ونبراصا للناس أجمعين بسنته نقتدي وعلى خطاه نسير وبهديه نستنيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن نعيش هذه الأيام حدثت دخول المدرسي والجامعي يطيب لي أن أتطرق بهذه المناسبة إلى المسؤولية التعليمية للأسرة المسلمة لعل البشرية لم تعرف دينا مثل الإسلام عني بالعلم أبلغ عناية وأتمها فقد دعا إلى الاجتهاد في طلبه ورغب في تحصيله وعظم من شأنه ونوه بأهله ولقد كانت أول كلمة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم فهذه الآيات الكريمة فيها دعوة ربانية لتعلم القراءة والكتابة التي هي مفتاح كل علم كما أعلى الله سبحانه وتعالى من مكانة العلماء فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم فلا غر وإذن أن يدعو الله تعالى المؤمنين إلى الإقبال على العلم وتعليمه طلبا للأجر والثواب وتجنبا للنار والعذاب يقول رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون صدق الله العظيم وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار وقال الضحاك ومقاتل حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه تهى كلام ابن عباس وتصور لنا صورة لقمان في قالب فني بديع الممارسة الفعلية للعملية التربوية التي ينبغي أن ينهض بها الآباء تجاه أبنائهم بكل أركانها التعبدية وبكل أبعادها الأخلاقية ومقاصدها الاجتماعية فقال عز من قائل ماذا أعود بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكون في السماوات أو في الأرض ياتبها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة تتوامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم فقد شملت موعدة لقمان لابنه هذه على التحذير من الشرك وعلى الحث على الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الوصية بالتمسك بمكارم الأخلاق مع والديه ومع نفسه أيضا وهذا مثل رائع ضربه الله تعالى للآباء ليسيروا على نهج لقمان في موعدة أبنائهم وتربيتهم أما النبي الكريم المعلم الأمين صلى الله عليه فقد حث على تعلم القرآن وتعليمه فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبين صلى الله عليه وسلم أهمية العلم فقال مرغبا في طلبه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق رسول الله بل إن الكون كله ينخرط في الدعاء للعالم ولطالب العلم وهو ما يؤكده قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنعه وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر صدق رسول الله ولم تقف العملية التعليمية عند هذا الحد فقط بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بتعليم أبنائهم أمور دينهم وتفقيههم بها فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فكان لزاما على الآباء والأولياء أن يعلموا أولادهم ومن يلونهم وأن يبعثوا بهم إلى المساجد وإلى المدارس لتلقي العلم واكتسابه فما هي يا ترى مسؤولية الآباء في تعليم أبنائهم يتحمل الآباء والأمهات مسؤولية توجيه أبنائهم نحو تحصيل العلم الواجب عليهم سواء بأنفسهم أو عن طريق الأساتذة المختصين أو عن طريق الوسائط الأخرى ويؤكد خبراء التربية أن هذه العملية ينبغي أن تبدأ مبكرا مع بداية إدراك الطفل وتمييزه فيتم تعليم الطفل مبادئ دينه وأصول عقيدته بإحدى الطريقتين فأما الطريقة الأولى فهي القدوة الحسنة أو هي المحاكات فقد تبين أن تربية الطفل تؤثر فيها البيئة التي تحتضن الطفل وأخلاق الكبار الذين يحيطون به فأما البيئة التي ينشأ فيها الطفل فيجب أن تكون خالية من المنكرات والبدع التي نهت عنها الشريعة كاقتناء الكلاب لغير غرض شرعي مباح والتلفظ بالألفاظ البديئة وغيرها من المنكرات والبدع إذ وجودها في البيت خاصة يجعل الطفل يألفها ويتعودها بخلاف ما إذا خلال البيت منها فتكون غير مألوفة للطفل بل تنفر نفسه منها وأما أخلاق الكبار من الوالدين وغيرهم فأثرها واضح إذ يكتسب الطفل كثيرا من السلوكيات بمحاكاة الكبار الذين ينشأ بينهم ومهما نقن من آداب فلن يعمل بها ما لم يرها واقعا عمليا في سروق الكبار أما الطريقة الثانية فهي التلقين والتعليم ومن بين أهم ما يجب على الآباء تعليمه أطفالهم أولا التعليف بأركان الإيمان الستة وعلى رأسها الإيمان بالله وأن الله تعالى فقى كل شيء وأنه يرانا ويسمعنا وأنه على كل شيء قادير وأنه يجزي يوم القيامة من أطاعه في الدنيا بالجنة ويعاقب من عصاه بالنار والإيمان بالغيبيات كذلك كالبعث والثواب والحساب والعقاب ثانيا تعليم الطفل محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمر به الله ورسوله وتقديمه على كل أمر واشناب ما نهى الله ورسوله ليدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوته في الحياة ثالثا تعليم الطفل خلق المحبة والتوادد في التعامل رابعا تعويض الطفل على الآداب الإسلامية وهي لا تكتسب إلا بالتدريب والتمرين وأفضله ما كان في الصغر ومن بين هذه الآداب حفظ السمع والبصر واللسان وكافة الجوارح من المنكرات والتزام الصدق وتجنب الكذب وتربيته على توقير الكبار واحترام آداب الطعام والشراب واللباس والتحية والاستئدان وغيرها من الآداب الشرعية مع تحذيره من المكاره والمفاسد والسلبيات خامسا تدريب الطفل على العبادات والواجبات كالوضو والصلاة والصيام وتعويضه الصداقة وتدريب البنت على الحياة والحشمة منذ صغرها لتألف اللباس الشرعية والفضاء إلى الحميدة سادسا تحفيض الطفل بعد الأدعية المأصورة كأدعية اليوم والليلة ودعاء الأكر ودعاء الصفر وغيرها سابعا تعريف الطفل بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدارس غزواته وسيرة أبطال الإسلام تامنا تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتلقاها الطفل في بعض وسائل الإعلام كالفضائيات الهدامة والصحف والمجلات التافهة وغيرها مما يشهد أصحابها في تمرير أباطيلة تصادم عقيدة المسلم وتكد في هدم هويته الدينية والأخلاقية والحضارية تاسعا متابعة اهتمام الطفل ومراقبة أنشطته وعلاقاته سواء مع أصدقائه خارج البيت أو داخله عبر الشبكة العنكبوتية التي أصبحت سيفا ذا حدين وهكذا تبدو العملية التربوية عسيرة غير يسيرة وتظهر العملية التعليمية طويلة غير عابرة مما يستدعي تعاون الأب والأم معا لإنجاحها وأن يتأتى هذا إذا كانت الأم بعيدة عن الأخذ بأسباب العلم والمعرفة مغرقة في جهل مطبق بمسؤوليتها غير آبهة بإكراهات الواقع وضغوطه لاهية عنه بتوافه الأمور وسفائفها بل لا بد أن تكون الأم طرفا فاعلا في هذه العملية وعنصرا إيجابيا نشارك في جميع مراحلها فهل تكلف المرأة في ديننا الحنيف أيضا بالتعلم وطلب العلم شأنها في ذلك شأن أخها الرجل وهل لمعت في سماء حضارتنا الإسلامية أسماء لعالمات مقتدرات يعترف لهن برسوخ القدم وطول الباع في مختلف العلوم وكيف هو واقع تعليم المرأة في عصرنا الراهن هل يكرس إبعاد المرأة عن المجال التعليمي مكتفيا بمحو أمية القراءة والكتابة أم هو واقع يتطلع إلى فتح مزيد من آفاق العلم والتعلم أمام المرأة من أجل الرقي بمستواها التعليم إلى حيث تستطيع النهوض بمسؤولية أسرتها وخدمة مجتمعها والمشاركة في بناء مجد أمتها هذا ما سأحاول الإجابة عنه في الدرس الموالي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته